أحد عشر قياديا من مؤسسي وقادة حزب الله قتلتهم إسرائيل في شهرين وخلال أسبوع واحد انقلبت ثلاثة عقود رأسا على عقب نتحدث عن تاريخ تأسيس حزب الله في لبنان كيف حصل ذلك؟ سلسلة من الأحداث المباغتة خطتت لها إسرائيل على مدى 15 عاما لكن القرار اتخذ في الثامن من أكتوبر أي اليوم الثاني لحرب غزة حينها اقترح وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت شن هجوم استباقي على حزب الله خوفا من أن يقوم الحزب بالتخطيط لتنفيذ هجوم مماثل لطفان الأقصى الذي نفزته حينها حماس لكن نتنياهو تجهل هذا الاقتراح وقتها لعدم ثقته بالقيادة العسكرية لكن بعد أشهر من الحرب ولعودة الاستقرار في الشمال الإسرائيلي حسم نتنياهو قرار التصعيد مع الحزب لأنه كان على يقين بأن إيران وحزب الله ليس على استعداد لدخول الحرب شاملة حسمت تل أبيب قرارها ونفذت هجوما غير تقليدي ومن الصعب أن يشك به الحزب عبر هجمات أجهزة الاستدعاء البيجر وأجهزة الاتصال اللاسلكي ووكي توكي وهي كانت خدعة من خلالها شلت إسرائيل شبكة التواصل برمتها لدى الحزب لتليها خلال 24 ساعة غارات جوية بوتيرة لم يشهدها لبنان من قبل سلسلة من الضربات الدقيقة أدت إلى اختيال القاضى البارزين في الحزب وصولا إلى أمينه العام حسن نصر الله